أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبالما لمنك لو أمبالجل فون اسلامي أكفوليه نالله تعالى سلامنا نواتينا أنبنا جائكا من لما أنجدين دوني كلابا أنجد كتبا كلابا الله تلقى هناك الشيخ عبد الحميد كشكي الله تلقى هناك أكا كتبا دو وآجوروكو سو وآني أنافوكو سو أمينه دعوت لكا نواتينا كأبايل ما كان بونا نغانا أمبالجيني الله تلقى الله تلقى بيسوة Obama أنجد كالمين نواتينا الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله رحمة مواسعة أباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبلوا بوجهه على الناس فقال أخذ الأكرا نمانكي سباما أياني شيني أدما دوما نهاني دايه أول الأكرا يكنتو صلى الله عليه وسلم أيها الناس أي مغو إنا من أشراط الساع أكادو كفو أعو الكياما أنجين ولي أوتامانشان دويه إماتة الصلاة واتباع الشهوات وتكون أمراء خوانا ووزراء فسطة فوثب سلمان الفارسي رضي الله عنه سيدنا سلمان الفارسي أتربسر سلمان الفارسي 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 سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وسبف قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إيه أكو سلمان الفارسي أكو إيه إيه الله تعالى كتير إيه الله تعالى كتير إيه الله تعالى كتير قال نعم يا سلمان قال نعم يا سلمان نمبك دره وعندها يكون المنكر معروفا ولمعروف منكرا قال يا رسول الله إن هذا لا يكون سيدنا سلمان الفارسي قال نعم يا سلمان قال نعم يا سلمان وعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى ولا يستطيع أن يغير أصبحنا في زمان نعم يا سلمان نعم يا سلمان ولمعاصي قائمة ولا يستطيع أحد مننا أن ينبس ببنت شفا نعم يا سلمان وعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء وعندها يذوب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير كما يذوب المؤمن في جوفه وعندها يذوب المؤمن في جوفه أصبحنا في جوفه ويكذب الصاد ويكذب الصاد ويكذب الصاد ويكذب الصاد قال يقول ذلك يا رسول الله قال نعم يا سلمان يقوله يا سلمان إن عول الناس قوم المؤمن بينهم يمشي بالمخافة إن تكلم أكله وإن سكت مات بغيظه يا سلمان ما كدست أمة لا ينتقم من قويها لضحيفه اللي يقول لك يا سلمان ما كدست أمة لا ينتقم من قويها لضحيفه سلمان الفارسي يقول لك يا رسول الله يقول لك يا سلمان يقول لك يا سلمان الفارسي وَعِنْتَهَا يَكُونُ الْمَطَرُ قَيْضًا أَكُونَ وَوَاتِ نُوْوَاتِ لِسَيْرَ سَنْجِي بَكَيْ فُونْتِنِ كَلَمَا يَكَ جِجِمَوْوْا وَالْوَلَدُ قَيْضًا ديوون بكَي دوزوكَسِ نِفونو يَا نِطَرًا وَتَفِيدُ لِآمُ سَيْضًا مَا لَنْغُلُوْنِ مَا جَشِلَوْنُ وَالْمَسِينَ سَنْجِمَوْا وَالْمَا يَكُونُ الْمَالُ يَوْوَاتِ لِلَا نَفُرُوتِكُوا ذِبَي بُوَنًا وَيُبَاعُتْ دِينُ بِي دُّنْيَا و تلتمس الدنيا بعمل الآخرة و اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وتركب زوات الفروج السروج و اكتفى الرجال بالنساء و نعم هذا الفروج السروج هم هناك يعطي المنساء أيها سلمان الفارسي عندها يو عظم ربو المال يو عظم الغنيو لغناء ومن احترم الغنيا لغناءه ذهبت لتا دينه يباع الدين بالدنيا تلتمس الدنيا بعمل الآخرة اكتفى الرجال بالرجال اعمال قوم لوت اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وتركب ذوات الفروج السروج مرأة تركب وتقود المراكب فعليهم من أمتي لعنة الله يا سلمان عندها يلي أمتي أن يحكم أمتي قوم جسسهم جسس الناس وقلوبهم قلوب الشياطين إن تكلموا قتلوهم وإن سكت استباحوهم لا يرحمون صغيرا ولا يوكرون كبيرا ألا ساء ما يزيرون وطوطأ حرمتهم ويحار في حكمهم وعندها يا سلمان عندها تكون إمارة النساء ومشاورة الإمار ونفوذ الصبيان على الناس وتكسر الشرق وتتحلى ذكور أمتي بالذهب يتحلى الرجال بالذهب ويتهاون بالزنا تتحلى ذكور أمتي بالذهب ويتهاون بالزنا وتظهر القينات وغنيات ويتغنى بكتاب الله وتتكلم الروايبضة قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما الروايبضة قال يتكلم في أمر العامة من لم يتكلم قبل يتكلم في أمر الناس ويحكم فيه يا سلمان وعندها تزخرف المثاجد كما تزخرف المثاجد ويحكم في أمر جزيب وبأمي يا رسول الله ويتغنى بأمي يا رسول الله ويتغنى بأمي يا رسول الله وتكسر الصفاف والقلوب متباغب والألسنة مختلفة ونوالهم العفة من أعطي شكر ومن منع كفر اغلم لقلوب متباغب على المال ؟ على مغربي آني كابواؤة لabanه أفل ع 49 تكونوا من أمتي أوبنا كأنكا مانتون вот فهو الله دعوة في منهم يا سبيت ơi آنوا ما دعوة في منه آي واآبنا كنت لماذا أتبضوا وَوَيْلَ لكم من الله آنوا ما دعوة في منهم نو ما كنا فنا أبو فغى موتا على طاعة الله إكاسا كي تو على بطوكا خير من حيات على معصية الله وكفزا كتما ينين ما يأكا على كتاكا قال أو يكون ذلك يا رسول الله سلمان الفارسي يكوه إيه على كراء أبكي قال نعم يا سلمان يكوه إيه سلمان أبكي دره وعندها تشارك المرأة زوجها في أمري عندها تشارك المرأة زوجها في أمري ويعقو الرجل والدة ويضر صديقة يلبسون جلود الدعني على قلوب الزياب علماؤهم شر من الجيفة يلبسون جلود الدعني على قلوب الزياب علماؤهم شر من الجيفة قال أو يكون ذلك يا رسول الله سلمان الفارسي يكوه إيه على كراء أبكي قال نعم يا سلمان وعندها تكون عبادتهم فيما بينهم التلاوة لها ولا يدرون ما فيها يسمون في ملكوت السماوات والأرض علماؤهم شر من الجيفة الانجاس العرس مع نغلي ومع كتالهم علماؤهم سلمان وقال نعم يا سلمان وعندها يتخذ كتاب الله مزاميرا وينبدو كتاب الله وراء ظهورهم يعطلون الحدود ويميتون سنتي ويحيون البدع ولا يقام يومئذن بنصر الله لا يأمرون بالمعرف ولا ينهون عن المنكر عندها يا سلمان يا سلمان الفارسي يغارو على الغلام كما يغارو على الجارية يا سلمان الفارسي يا سلمان الفارسي يغارو على الغلام كما يغارو على الجارية يا سلمان الفارسي يا سلمان الفارسي يا سلمان الفارسي الله أكبر ويهيأ كما تهيأ المرأة وعندها يا سلمان تتقارب الأسواق قلت بأمي أنت وأمي يا رسول الله وما تقارب الأسواق قال كل يقول لا أديع ولا أشتري وما تقارب الأسواق وما تقارب الأسواق يا سلمان وما تقارب الأسواق وَيَمْلَأُونَ قُلُوبَهُمْ رُعْبًا وَبُودُسُكُونَ فَا نِسْرَنْيَي فَلَا تَرَا إِلَّا خَائِفًا مَرْعُوبًا إِتَمْ مَاشِيَ فُنَا كَرَا مَا مِنْ سِرَنَيَنْدُوْا مَا مِنْ جَاتِكَ لِنْدُوْا يَا سَلْمَان نقول ايه سلْمَان عندها يُرفع الحج نوواتي سيرا هجي بكوروتا فلا حج يَحُجُّ كِبَارُ النَّاسِ لِلْهَوَا لِلنُزْهَةِ وَلِتَغْيِيرِ الْجَوُ وَأَوْسَاتُ النَّاسِ لِلْتِجَارَةِ وَفُقَرَاءُ النَّاسِ لِلْرِيَاءِ وَالْسُمْعَ فَانْتَوْا فَانَا وُلُوِتَاهِي جِي كِي يَرَيْرَا وَالِيُتَغْفَوْا وَكَوْسَوْا قَالَ أَوَيَكُونُ ذَالِكِ أَكْوْا إِهْ أَلَا كِرَا وَبِنَاكِي قَالَ نَعْمْ يَا سَلْمَان أَكْوْا إِهْ سَلْمَان نِبَيْكَ دَرَي صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ اللَّهُ تَلَاكَ نَيْمَا عَنَاكَ كِشِي وَبَيْا أَلَا كِرَاكَ صَلَوَاتُ اللَّهُ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَامُ أَمْبَلْمَوْا الشيخ عبد الحميد كِسِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيَنِي مْكُتُبَنِي دِكَ أَيوَا كُتُبَنمِي نِي أَجُوَرَوَ وَكُوْسَبَ وَلِكُوَسَوْا